وهذه صورة أخرى من صور الغزو الفكري بل سلاح من أقوى أسلحته الماضية لتفتيت الوحدة المسلمة إنها فكرة القومية والقومية عرفتها أوروبا في العصر الحديث ثم تخلت عنها بعد أن اكتوت بنيرانها المحرقة ثم نقلتها إلى الأمة الإسلامية فظهرت القومية التورانية والقومية العربية والقومية الكردية والقومية الفارسية وكانت أشدها فتنة القومية التورانية والقومية العربية اللتان كانت سببا في إلغاء الخلافة الإسلامية وإلغاء فكرة الجامعة الإسلامية إذن القومية العربية من مكائد الغرب ومؤامرة من مؤامراته ومعول من معاول الهدم التي صنعها أعداء هذه الأمة المسلمة لتفريق المسلمين وإضعافهم وإننا إذ ندرس هذا الدرس لابد لنا من الوقوف على عناصره وتحديدها وفي مقدمتها تعريف القومية وكذلك تاريخ القومية وكذلك الوقوف على آثارها في العالم الإسلامي وأخيرا بيان موقف الإسلام من الدعوة إلى القومية أما تعريف هذه القومية فقد عرفت القومية العربية بأنها حركة سياسية فكرية متعصبة تدعو إلى تمجيد العرب وإقامة دولة موحدة لهم على أساس من رابطة الدم واللغة والتاريخ وإحلالها محل رابطة الدين وهي صدى للفكر القومي الذي سبق أن ظهر في أوروبا واكتوت بنيرانه كما قلنا وتمزقت من خلاله فأرادت أن تلقي به في ظلال الأمة الإسلامية لتمزيق وحدتها ترجمة نانسي قنقر